تحتل المنافذ الحدودية حيزا بارزا في استراتيجية إيران الرامية إلى ضمان سيطرتها على العراق هذا ما يقوله معهد كارنيقل أمريكي الذي استبعد أن تقدم حكومة السودان في وقت قريب على تنفيذ إصلاحات متعلقة بهذه المنافذ التي أصبحت مرتعا للفساد ويقول المعهد أن استراتيجية طهران تقتضي وجود نظام سياسي موالم بنيويا لها في العراق تستطيع اختراقه على المستويات السياسية والمؤسسية كافة حيث تتطلب هذه الاستراتيجية تحويل العراق إلى سوق للسلع الإيرانية التي يتدفق معظمها عن طريق تسعة منافذ حدودية رسمية بموجب شروط تفضيلية ممنوحة لإيران ووكلائها في العراق فضلا عن المنافذ غير الرسمية التي تسيطر عليها الميليشيات وتشهد حركة تهريب واسعة النطاق ولا سيما للأسلحة والمخدرات وبحسب المعهد فإن إيران استغلت هشاشة الدولة العراقية لتشكل جيشا موازيا من الميليشيات تحت مسمى الحشد الذي بسط سيطرته على المنافذ الحدودية كواحد من مصادر الدخل لهذه الميليشيات وفي نفس الوقت متنفسا لإيران لإدخال ما تريد من البضائع إلى العراق من دون تصريحات أصولية أو سداد الضرائب والرسوم اللازمة ما تسبب بخسائر مالية كبيرة للعراق وتعمد هذه الميليشيات على غرار ميليشيا حزب الله والعصائب والنجباء وثأر الله وبدر وغيرها من الميليشيات إلى تسيير مصالحها عبر التهديد أو برشوة موظفي تلك المنافذ التي تحولت إلى بؤر فساد تمتد على مسافة 1200 كم مع إيران و600 كم مع سوريا يشرف عليها تحالف يتألف من قوى موالية لإيران ومكاتب اقتصادية تابعة للأحزاب الحاكمة والتجار المتنفذين ليشكل عالما غامضا هدفه الحقيقي استنزاف ثروات العراق وقتل المشاريع المفيدة للبلد لمصلحة إيران المستفيد الأكبر مما جرى ويجري في العراق